السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستشار محمد عطية ينتقد اتحاد القرى المصري بعد هذا القرار علاقة المستشار محمد عطية عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي على قرار اتحاد القرى المصري بتطبيق دوري المحترفين في الدرجة الثانية بداية من الموسم القادم حيث اتحاد القرى المصري قرر تطبيق دوري المحترفين سيصعد منهم اول وثاني للدور الممتاز بينما دوري الدرجة الثانية ما بعد المحترفين سيصعد الفريق الثالث فقط في منظومة جزر الموز القروية عبر صفحته الشخصية على موقع تواصل اجتماعي تويتر كتب المستشار محمد عطية قائلا فقط في منظومة جزر الموز القروية نادي من الدرجة الثانية سيصعد مباشرة للدوري الممتاز في موسم واحد متخطيا درجة تنافسية كاملة دون المشارقة فيها المجاملة بعشوائية وتقنين الفساد وشرعية عبسية امتزجت في قرار واحد لم يسبق صدوره في التاريخ عتن الفشل لم يجرؤ على إصداره سيدون ركز سيدون ركز منتزجات التالي